جاءت مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام استمرارا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن استفاد من مبادرة طريق مكة حتى الآن نحو 6300 حاج ماليزي اختيارنا الماليزيا كأول دول تتمتع بمنافع هذه المبادرة هذه تقدير عظيم لنا الشعب الماليزي وكذلك حكومة ماليزيا تفتخر بهذا الاختيار العظيم تهدف المبادرة الى انهاء اجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم بدءا من اصدار التأشير الالكتروني واقضي الخصائص الحيوية ومرورا بانهاء اجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية اضافة الى ترميز وفرز الامتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة وعند وصولهم ينتقلون مباشرة الى حافلات لايصالهم الى مقار اقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة في حين تتولى الجهات الخدمية ايصال امتعتهم الى مساكنهم حمد بن حسين كوالا لنبور اشتركوا في القناة